قتل ما لا يقل عن 21 شخصاً وأصيب 19 آخرين في تفجير هزى مركزاً للتسوق يقع وسط العاصمة النجرية أبوجة وفيما نقلت فرق الإصعاف المصابين على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإصعافات الأولية أكدت السلطات المحلية أن الاعتداء كان ناجماً عن تفجير سيارة عند بوابة ساحة إماب المزدحمة والتي تقع في قلب العاصمة حيث تتواجد مئات المؤسسات التجارية هذا وجاء الانفجار بعد مرور أسبوعين على قيام أجهزة الأمن بإغلاق العديد من المناطق التجارية بسبب ما خوف من تفجيرات محتملة لسي معاقب تبني جماعة بوكو حرام المتطرفة لتفجيرين وقعاء الشهرين الماضيين